بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم أحبة الصائمين ورحمة الله وبركاته مسألة مهمة جدا قد نبتلى بها جميعا حقيقة جميع العوائل لعله تبتلى بها وهي مسألة صوم الصبي هل يصح الصوم من الصبي أو لا يصح هل يجوز له أن يصوم أو لا يجوز طيب إذا صام صومه مقبول أو غير مقبول هذا هو السؤال الذي يتوارد إلى الأذهان كثيرا حقيقة من شراءة وجوب الصيام هو البلوغ فحتى يجب الصوم علينا أو على المكلف لا بد أن يكون مكلف بالغا عاقلا بالتالي يجب عليه الصيام إذن من شراءة الوجوب البلوغ بالنسبة إلى الصبي طبعا البلوغ واضح بالنسبة إلى الشاب يعني الولد والبنت بلوغ الولد يكون بالإنبات وبالاحتلام وبإكمال 15 سنة هلالية يعني بلوغ الولد يكون بالإنبات يعني إنبات الشعر الخشن أسفل البطن وتحت الإبط فإن لم يكن هناك إنبات نذهب إلى الاحتلام وواضح الاحتلام فإن لم يكن هناك لا إنبات ولا احتلام نذهب إلى العلامة الثالثة اللي هي إكمال 15 سنة هلالية وهذا واضح بالنسبة إلى البنت بلوغ البنت طبعا بمجرد أن تكمل تسعة سنوات قمرية تعتبر ماذا؟ تعتبروا ماذا بالغة يعني يجب عليها الصيام بعد لا واحد يقول هاي بعده طفلة بعده صغيرة متفتهم مثلا ضعيفة معرف شنو هذه كلتها بعض العوال تتذرع بهذه الذرائع فإن تخليها الصوم الأب والأم اجعل بنتك من الآن تتعود على الصيام والله سبحانه وتعالى يعطيها العافية طبعا إذا شاف هناك ضعف أو ضرر طبعا لا يصح الصوم مع وجود الضعف والضرر ومشاكل على أي حال نريد أن نقول أن إذا بلغ المكلف يجب عليه الصيام كلامنا مع الصبي الصبي هو غير البالغ فهل يصح الصوم من الصبي أو لا؟ سماحة السيد يقول نعم تصح العبادات من الصبي الصلاة والصيام صومه صحيح صحيح لا يجب عليه الصيام الصبي لا يجب عليه الصيام ولكن إذا كان مميز يعني صبي مميز وأراد أن يصوم صومه مقبول وصومه صحيح ويثاب على ذلك لاحظوا أعزائي نقطة مهمة بالنسبة إلى صوم الصبي فيصح الصوم من الصبي وكما ذكر العلماء أن عبادات الصبي تكون شنو تكون شرعية لا تمرينية فرق بين بعض العلماء يقول أن عباداته تمرينية يعني يتدرب كأنما على هذه على هذه الفريضة ولكن سماحة السيد لا يقول عباداته شرعية يعني يثاب عليها ولا بأس بذلك على أي حال فالصبي يصح منه الصيام وصومه صحيح لاحظوا أعزائي والبعض يعني مثلا يقول ما يتحمل أن يصوم نهار كامل مثلا لا بأس لا يصوم نهار كامل يصوم نصف نهار شي عبرون هذا الصيام اللي صوم العصافير ما عرف يصيحوا له شي مثلا هالتسميات يعني يتعود الطفل شيئا فشيئا على شنو على هذه العبادة العظيمة يتمرن يتدرب عليها وما يتذرع به البعض بأنه طفل صغير وكذا هذا مو صحيح إذن يصح الصوم من الصبي المميز ويثاب على ذلك وعباداته شرعية عند الله سبحانه وتعالى أما الصبي غير المميز غير المميز يعني بعده هو مثلا سبع سنوات مثلا خمس سنوات شي نعبر عنه صبي ولكن بعده ما يميز هذا هنا لا يصح منه الصوم لا يصح منه الصوم بالتالي لا تكون عباداته شرعية فنحن لا بد أعزائي أن نمرن أولادنا وأطفالنا على هذه الفريضة ويتدربوا عليها حتى إن شاء الله تعالى يكونون على أهبة الاستعداد حين البلوغ حين البلوغ يكونون على أهبة الاستعداد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا إن شاء الله تعالى ويرضي عنا إمام زماننا وأن يعجل فرجه بفضله وبمنه وببركة محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة للمشاهدة